بدوره أكد الأمين العام لإدارة الدولة عباس العامري أن الاتلاف قرر محاسبة المتورطين في مقتل المتظاهرين خلال أحداث كاركوك الأخيرة أياً كانت الأطراف التي ينتمون إليها العامري أكد أن اجتماع اعتلاف إدارة الدولة تميز بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن والدم العراقي المقدس وأن ما حدث في كاركوك عمل مدان تحت أي ذريعة كانت ومن أي جهة وبين العامري أن الاتلاف دعا إلى الالتزام بخطاب وطني يساعد على التهديئة وإشاعة الأمن والاستقرار في محافظة لها خصوصية معقدة